الوصفال اللي بغتيت تقترح لرجال ديالاش 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 بالشباب دفع اللي كي بغوي يكبروا اللحيا ديالهم بالتساوي واحد الكمية ديال زيت الخردل مع زيت الخروع وكان مشطو اللحيا ديالنا وكان دهنو يوميا يقول لك انا بغيت ندير باللحيا شوية ماشي بعد شراب الاغلبية ده ولكن كيبكنا ما كان دهنش ليبذاف ولا مكيناش قوية ولا فيها فراغات يخلطوا بكميات متساوية زيت الخردل مع زيت الخروع والمعدل يديرو مثلا يدهنوا به الحزن مرة مرة في النهار مرة في النهار وكي يغسل من بعد واحد الساعة كي يغسل فقط وحتى بالنسبة للرجال اللي عندهم مشكل ديال الصلاع هلا مشكل صلاع نفس الشيء هذين خلطوا حد تخليطها ما بين هاد جوج ما بين زيت الخردل وزيت الخروع حيث كي يكملوا بعضياتهم حيث زيت الخردل عنده ديك الخاصية ديال انه كي يحرك الدورة الدموية اذا في الصلاع له كي يبان بواحد سرعة خلال واحد العشرية مثل خمسة عشر يوم كتبان نتائج احسن نتمنى انه احتى الامهات لانه دائما كتجي تساؤلات على انه الوليدات ديالهم في سن ديال المراهقة تيمشوا هدوك الليجال بالانواع دياله اكتيرة وفي الغالبية ديال الجال ويدات كي يجوا عيانين من المدرسة او لا من الليساء ما تيغسلوش ما تيشلوش منه تيبقوا ذوك الفراغات تيحثوا انه الشعر ديالهم بدأت يخوا فممكن انه يستعنوا بهذا الوصفة زيت الخردل بكمية متساوية مع زيت الخرواع ويبقاوا يعني يدهنوا به الشعر ديالهم اشتركوا في القناة